تشارك مملكة البحرين في الدورة الموسعة الخامسة والاربعين للجنة التراث العالمي والتي تقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من العاشر وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين وحضر الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار حفل افتتاح اجتماع اللجنة الذي أقيم يوم أمس في قصر المربع التاريخي وسط العاصمة وبهذه المناسبة قال رئيس الهيئة أن عودة اجتماع لجنة التراث العالمي ورئاستها إلى الوطن العربي من جديد وللمرة الثالثة خلال عشر سنوات يؤكد على الدور المتزايد الذي تقوم به الدول العربية في حفظ وصون التراث العالمي من أجل خير وصالح الإنسانية وتقدم سعادته بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية على حصولها على رئاسة اللجنة واستضافتها للاجتماع مشيرا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السعودية في مجال حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتحولها إلى وجهة تراثية وثقافية عالية إضافة إلى جهودها وبصماتها البارزة في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في توثيق التراث الإنساني المشترك وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف لجنة التراث العالمي ترجمة نانسي قنقر